دوري السؤال هو إلي يسير المشهد الإعلامي إلى مزيد من مجال التضيير أما انفراج من أجل ممارسة إعلامية يعني كتساهم في تنمية حرية تعبير وكاليكو وصحاف صحيح السؤال هو سؤال الوجيه إلى أين يسير المشهد الإعلامي المغربي ومشهد الصحافي خاصة سواء كان رقميا أو ورقيا أو سماعيا أو بصريا بأسف الأحداث التي وقعت مؤخرا والتي تقعوا الآن من سجن الصحفيين ومتابعة أربعة الصحفيين آخرين نحن في المركز الوطني الإعلام وحقوقي سن الأسف الشديد لا نتفائل إذا بدأنا بهذا القانون الذي يبدأ منذ سنة ونسب بهذه المحاكمات بهذه المتابعات بالضيقات على الصحفيين وإضافة إلى هناك متابعات أخرى وشكاوة في مختلف محاكم المملكة المغربية هناك صحفيين في تتوان وضعت ضده 32 شيكاية في تتوان ويمكن أن نقص على ما يقع في طنجة وفي الرباط وفي أقادير وفي الباقي المدن المغربية لأسف الشديد نتمنى أن ننتقل من هذا التضيق على حرية الصحافة وعلى التضيق أيضا على أهمش الديمقراطيين لفتح المجال للصحفيين الكتابة بشكل حر حتى نتجاوز ذلك الرقم المديل والمتخلف للترتيب المغربي في الترتيب العالم من حرية الصحافة والتعبير وهو 135 مقارنة مع أرقام مشرفة لعديد من الدول الإفريقية وبعد الدول العربية أيضا في المغرب العربي الكبير نتجاوز هذه اللحظات الحارجة بنسبة للصحافة المغربية حتى يكون هناك انفراج كبير مستقبل في ممارسة الحرية وممارسة الصحافة بالمغرب على مستوى التراجع للصحافة تقيم على مستوى الدولي كيف يمكن في مستقبل النهوض بالمجال الصحافي على مستوى الحكومي لاحظنا بأن هناك تفاعل سلبي ورد على هذا التقرير مع أنه يتضمن بناء على مؤشرات ومعايير دقيقة دقيقة صحيح من حقي الدولة المغربية من حقي المؤسسات الرسمية أن ترد على بالشكل الذي سريد على هذه التقارير ولكن لن تغير شيئا من الواقع الذي يجب أن تقوم بالدولة المغربية والحكومة المغربية وأن تحاول أن تجيب المؤشرات السبعة التي تعتمد على يد منظمة الدولية وخاصة المرسم بالحدود أن تجيب على مؤشر الشفافية والاستقلالية والحرية وأن تدعى قانون حقيقيا للإعلام والاتصال وليس قانونا كاذبا لتحدث عن أن لا يوجد به عفوا بنت سريبة الحرية في الوقت الذي يسجن به صحفيين إذا يعتبر هذا القانون القوانين الكاذبة وبالتالي منظمة الدولية لا تأخذ بمثل هذه القوانين التي لا تطبق على الأمر الواقع أخر سؤال فيما يخص المركز الوطني الإعلام التي تمثلها مؤخرة من تشتريفنا رئاستي على مستوى كيف يمكن تنمية ممارسة صحافة حرية صحافة على مستوى وطني بالنسبة للبرامج لعدل مع المركز النروض بهذا المجال صحيح بنسبة للمركز الوطني إعلام الحقوق الإنسان الذي أسلسه مؤخرا ولكن كانت له لقاءات قوية مع مؤسسات رسمية خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وأيضا جلسنا مع المفوذية مفوذية الاتحاد الأوروبي أعتقد أن المركز الذي يجمع بين ما هو إعلامي وما هو حقوقي سيشتغلوا على ثلاث مستويات سيشتغلوا على التقطير والتكوين لأننا نحتاج إلى تقطير والتكوين في ميدان الصحفي كما نحتاج أيضا إلى تقطير والتكوين لنشر ثقافة حرية الرأي والتعبير والصحفة وسنشتغلوا بالموازات مع ما هو إعلامي على ما هو حقوقي في مختلف المجالات إضافة سننديد بطبيعة الحال بكل انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق الإعلامية في مختلف الجهات الملكة سواء كانت هنا في تنجة طوال حسيمة أو في باقي الجهات أخرى شكرا